السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم عدنان دليلين واللوم نحن نطري تطبيق اكس بوصد لأجهزة سامسونج هتطلعي شغال مع جميع الأجهزة و جميع الأنظام من 5.0 إلى 6.0 بالنسبة لأندرويد نونجل هو 7.0 وأعلى لسه ندعم للأكس بوصد وأول ما يندعم نحن من الفيديو نحن نشاهده على القناة فمن دون التأخير خلينا نبدأ أول شي نحن نحمل برنامج درويد انفو ستجدوا على طول وصف تحت الفيديو أو بإمكانكم تحمله من جوجل بلاي سنفتح ونشوف نوع البروستسور هلأ متل موشنا فينا عندي ARM64 بعدين سنتقل على الديفايس ستشوف شنوع SDK الي عندك أنا عندي SDK 23 وهلأ بعد ما تشوف بيانات الخاصة بجهازك ستحمل الملف المتوافق مع SDK ونوع البروستسور الي عندك هلأ متل ما شفتوا جهازي SDK 23 هو 6.0 و ARM 64 ستلاق راض كل هاي الملفات بالوصف تحت الفيديو ستحمل برنامج Exposed Installer اللي هو تطبيق ABK ستنسخه على موبايلك هلأ بعد ما نسخنا الملفات على الموبايل ستسبت برنامج Exposed Installer اللي هو ABK وهلأ بعد ما نسخنا البرامج ونسخنا ملفات على الموبايل سنتقل على المعدل إذا ما عندك ريكوفر المعدل احنا شرحنا سابقا كيفية تثبيت ريكوفر المعدل ستلاق رابط شرح بالوصف تحت الفيديو وهلأ بعد ما نفتح ريكوفر المعدل سنضغط على Install و ستدور على ملف اللي نسخته على موبايلك و ستضغط عليه وتسحب الخط اللي تحت متل ما شايفين طبعا أنا نسبته سابقا فلاح ستحبته مرة تانية و نحن نرجع نعمل ريبوت ريبوت سيستم يفضل انك تحمل ملف الان ان انستور لالأكس بوصد بحال انه علق المعركة الموبايل على شاشة الإقلاع لها تثبت ملف الان ان انستور و سيشتغل المعركة الموبايل من دون أي مشاكل هلا تنعمل الاختبار انه تشتغل و لا متل ما شايفين الاكس بوصد تشتغل و اذا لأيتو هالفيديو كان مفيد لا تنسوا تدعمونا بعمل مشاركة للفيديو و اشتراك للقناة